اهلا بحضراتكم من جديد دايما بيكون في البطولات الافريقية او في افريقيا بشكل عام بتتأسم مناطق زونز بيبقى فيه المنطقة الخامسة اللي بيقع فيها مصر اللي بتاخد دول حود النيل مصر السودان جنوب السودان اثيوبيا كينيا رواندا دي دول منابع النيل او المنطقة دي بتبقى المنطقة الخامسة زون 5 مش عارف زون 1 بتبقى شمال افريقيا زون 2 ولا 3 بتبقى غرب افريقيا وسط افريقيا جنوب افريقيا يعني متأسمة زونز احنا بنوقع في المنطقة الخامسة ودايما كنا ما بنلعب ونتأهل لبطول افريقيا او لعلعاب افريقية او تمر اي بطول افريقيا بيكون عليها الاقبال شديد او ممكن فرق كتير او ممكن عايزة تشترك فيها بيقسموا افريقيا زونز ويعملوا تصفيات كوليفيكيشن جيمز عشان تتأهل منها لبطولات دي كرة طائرة رجال بعد الانجازات الكبيرة اللي حققت الحقيقة السنة اللي فاتت وتأهلنا لأولمبياد باريس عشرين اربعة وعشرين واخدنا بطولة افريقيا بعد غياب في بطولة اتنظمت هنا في مصر وصدفنا طبعا نجمنا في المنتخب الوطني لكرة طائرة رجال ومشاركتهم كمان بعد بطولة افريقيا في الملحق اللي كان في اليابان عشان تتأهل منه مصر لأولمبياد عشرين اربعة وعشرين وقابلنا اكبر الفرق وكان فيه اخيرة فوز على منتخب اليابان العنيد القوي فوزنا عليه واستطعنا نتأهل وكسبنا كمان يعني فريق تونس وتأهلنا الى المباراة او الى أولمبياد توكيو عشرين اربعة وعشرين طيب الخبر ده ليه لان مصر قدمت تستضيف تصفية المنطقة الخمسة للكرة طائرة رجال عشان تأهلها لألعاب الافريقية العلعاب الافريقية هتلاعب في غانة في اقرى العاصمة الغنية اقرى وهتلاعب في مارس القادم طيب انا عايز اقولكم ان البطولات دي كان بتتلاعب دايما في شهر سبعة تمانية كنها او يعني زيها زي بطولات او الالعاب الالومبية الالعاب الافريقية والالعاب العربية كانت دايما ابدا بنشارك في الصيف طب هي ليه بتتلاعب دلوقتي في مارس وكان مفوط تلاعب السنة اللي فاتت لانه غانة مش جاهزة عندها مشكلة في التنظيم وضع طبيعي افريقيا دي قرى اللي بننتمي لها اكيد لا يخفى على احد ظروف الاقتصادية الصعبة على كل الدول فاكيد النهاردة العاب افريقية بتشارك على الال بخمسة وعشرين او ستة وعشرين لعبة الومبية بتبقى موجودة في هذه اللعبة في هذه البطولة وبيبقى مشاركين كل حتة على مصر مثلا انا فاكر كنا عاديين في القرية الومبية في جنوب افريقيا كنا حوالي ستة تلاف او سبعة تلاف ما بين لاعب واداري ومعملين قرية الومبية كبيرة فالنهاردة غانا يعني وهي احد الدول الافريقية بتعاني يعني اكيد فعشان تجهز كان موضوع محتاج وقت ما جهزتش انتايم زي ما بيقولوا فعملوا ايه عملوا اخروا البطولة شوية فللأسف البطولة تتلاف في مارس عشرين اربعة وعشرين وده معنى انا تتلاف في الشتاء والموضوع ده انا سنين ما شفتوش يعني انا من اول ما بدأت اشارك مع منتخب مصر ما حصلش ان احنا لعبنا بتقيت العابة افريقية في الشتاء بتتلاف وبتتلاف في امتى بتتلاف بعد الولمبيات بسنتين يعني مفروض كتبقى عشرين وعشرين يعني سنتين بيبقى أولمبيات كنا دايما كده سنتين السنة دي أولمبيات بعدها بسنتين ألعاب عربية وألعاب أفريقية السنتين اللي بعدها أولمبيات فبتيجي بالزبط الأولمبيات من دورة لدورة فالنهار دا كان مفروض تتعامل توكيو عشرين عشرين كان مفروض تتعامل اتنين وعشرين اه توكيو عشرين عشرين تلعبت واحد وعشرين وضع طبيعي على كورونا بس خلينا نتكلم على على الطبيعي عشرين عشرين كان مفروض البطولة الألعاب الأفريقية تتلعبت اتنين وعشرين وبنسبة كانت مصر بتستضيف اللعاب الأفريقية دي وكانت اللي أبدوط الأعاب الأفريقية كنت أنا صغير في السن وكنت بروح حضر مبارياتها وكانت مبارياتها في الصلاة واحد كانت لسه استاد القاهرة كان لسه خلصان الصلاة المغطى اللي حضراتكم شايفينها دي كانت خلصانة وهقول لكم حاجة بسيطة كده معلش سنقاسف يعني حاجات مفتكرة وأحب أشارك حضراتكم فيها معي وقت ما الاستاد القاهرة اتعامل خصيصا عشان مبدوط الأعاب الأفريقية فما كانش عندنا البنية التحتية القوية اللي موجودة دلوقتي فكان عشان يخلصوا بسرعة الصلاة عملوا ليها نوع من الخرصانة مش محتاج دهان ولا تشطيف خارجي أنا فاكر كويس قوي جدا الموضوع ده لأن احنا كنا وإحنا زغارين بنقول طب هنالحق بمصر مش هتالحق فكان الإعجاز ساعتها اللي عملته طبعا شركات المصرية أنهم يختاروا نوع خرصانة وما زال حتى الآن موجود لو روحت الاستاد هتلاقي مش مدهون يعني وانت برة كده ماشي حاولين استاد القاهرة بص على الصلاة كده من برة مش هتلاقيها بتدهن نوع الخرصانة ما كانش محتاج تشطيبات ولا وجهات عشان زي ما حضراتكم عارفين أن البنى سهل ولكن التشطيب هو الأصعب فأنا فاكر الصلاة المغطاة سنة 91 مصر وكانت أبنية عمر دياب الشهيرة بالحب الجمعنا وكان غنها باللغتين اللغة العربية بين واللغة الفرنسية والنها بالانجليزي كمان أنا فاكر وسغنها في صدر القاهرة وكانت عاملة شنة ورنة كبيرة وافتيكر مباراة منتخب مصر كرة السلة اللي حضرتها في صالة واحد وكانت صالة واحد بالنسبة لإبهار لأنه كانت 25 ألف متفرج بيحضرها أو 20 ألف متفرج بقى قبل التطورات دي تطورات قليلة العدد شوية عشان نخله الكراسي وفيه بيتش ما بين كل كرسي والتاني فالنهاردة العدد قلي شوية نعم كان زمان لا تاخد تاخد أعداد كبيرة فصالة واحد يعني أنا بشارككم لأن تنظيم بطولة ألعاب أفريقيا صعبة طيب البطولة هتلاعب فينا هتلاعب اللي جاية في غانا شهر 3 نرجع للخبر الرئيسي بقى خبر رئيسي وهو مصر هتستضيف تصفيات المجموعة الخمسة في كرة طائرة رجال والمؤهلة للأولمبياد الألعاب الأفريقية طيب مين الفرقة اللي هتشارك زي ما قلت حضرتكم من منابع النيل كينيا رواندا بوروندي أغاندا أثيوبيا بالإضافة لمصر طيب مين أقوى فرقة من أغامك كينيا حتى ما نقوم بشين إيه نفتكر إنها لا هي كينيا هتبقى صعب فرقة اللعبة وفي العادي بيتأهل فرقتين يعني ممكن وفرقة والتالي بتاخد وايك كارد فغالما بيروح فرقتين زي ما حصل مع منتخب السلف سنة خسرنا وخسرنا من كينيا قبل رويرانا لو تفتكروا كان تقريبا مدير فني معها مش عارب بس كان تقريبا كابتن مرعي يعني ما أتذكر ومفكر حضراتك تالي إن مصر الجيل ده خلاص يلعب أولمبيات باريس عشرين اربعة عشرين وتمنى إن شاء الله للاتحاد اللي ماشي كويس بقادة المهندس خالد أمر إنه يعملوا شغل كويس وأدات كويس لمنتخب ياسر أمر أنا آسف ياسر أمر عشان يستطيعوا إنهم يظهروا بمظهر كويس لمنتخب مصر في بطولة ألعاب الأولمبية القادمة